موسيقى 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 أهلا أعزائي المشاهدين أرحب بكم أجمل ترحيب في برنامج ليكن نور حديثنا اليوم عن شفاء ابنة الكنعانية أو إيمان المرأة الكنعانية وهذه الحادثة مأخودة من إنجيل متى إصحاح 15 وأيضا من إنجيل مرقص الإصحاح السابع ورح نتكلم عن هذه القصة ورح نتكلم على العبارة الكثير من الغير مسيحيين بهاجمونا في هذه العبارة قول المسيح للمرأة الكنعانية ليس حسنا أن يأخذ خبز البنين ويطرح للكلاب فكأنه عاوزين يمسكوا ممسك على يسوع المسيح ولكن بكل بساطة لو بيقرأ الشخص كل القصة وكل الحادثة إلى نهايتها بيطلع بالإنستنتاج الإجابي فإذن كون أنه يحاول أن يجد عل على المسيح أو يهاجم هوية أو شخصية المسيح لغرض معين فالسؤال لماذا؟ هل تخفي حقيقة أو أمراً وراء هذا الموضوع؟ ولماذا؟ مع أن شخصية يسوع المسيح كاملة بلا عيب بشهادة الأعداء والأصدقاء أيضاً بشهادة الفلاسفة والحكماء أن شخصية يسوع المسيح شخصية فريدة شخصية متميزة فاليوم بنعمة الرب رح نشرح عن هذا السؤال في هذه الحلقة وعلى فكرة رح نفتح الخطوط بعد قليل لكن إذا عندك سؤال فيك توجهه عن طريق الفيسبوك ممكن الأحبة في الستوديو يوصلوا لياته حتى يعني إنه إذا فيه سؤال على قلبك تحب تشارك فيه ابقى معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة امان المرأة الكنعانية وشفاء ابنتها كما يقول الكتاب المقدس كما هي قالت ابنتي مجنونة جداً وبحسب وصف البشير مرقص بيتكلم أنه كان فيها روح نجس وكان بها شيطان فمن هذا نستطيع أن نستشف أنه الأمر خطير والوضع صعب جداً قبل ما أبتدي بجواب يسوع المسيح الشخص أصعب مرض أحبائي هو المرض العقلي لما الإنسان بيفقد عقله وما بيشعر شو اللي حواليه والكتاب المقدس بيتكلم عن الضربة الشيطانية أو الشخص الملبوس بالأرواح الشريرة فنستطيع أن نفتهم من صراخ هذه المرأة التي جاءت إلى يسوع المسيح وهي تصرخ ارحمني يا ابن داود ارحمني نستطيع أن نفهم قلب هذه المرأة يومياً عايشة مع ابنة كما يسميها الكتاب مجنونة جداً بها روح نجس هذا الروح نجس خطير جداً وأيضاً بقول أنه أخرج الشيطان منها فإذا في روح الشرير كان بيسكن هذه الفتاة بالكتاب المقدس منشوف في عوارد كثيرة للأشخاص الملبوسة بالأرواح الشريرة المضروبة ضربة شيطانية أولاً على الصعيد الشخصي منشوف أنه في مواصفات كثيرة الشخص اللي يضرب ضربة شيطانية بيفقد الوعي بيفقد الحس والتمييز يعني بالعربي نقول ما عندوش قلب هذا الشخص يفقد السيطرة على الإرادة فإذن اللي بيتحكم في هذا الشخص وفي إرادة هذا الشخص هي قوة أخرى كما أن الإنسان الذي يشرب الخمر مثلاً ويصل إلى حالة السكر يعني يفقد الوعي ويفقد التوازن وبيفقد السيطرة على إرادته بيصير يعمل أمور لا طليق وأمور طبعاً صعبة جداً شخصيته بتتغير وبتتحول إلى شخص آخر يعني كتير مرات بيكون الشخص بدل ما يكون إنسان بيتحول إلى حيوان هائج جداً بسبب اللمسة أو الضربة الشيطانية اللي بتحل على هذا الإنسان وهذه الضربات طبعاً بسبب الأعمال السحرية بسبب اللعنات المتوارثة وبسبب الاستسلام لعادي قبيحة عادي ردية اللي بيستسلم لإلها وفي ناس اللي بتعمل معاقدة مع الشيطان عهد دم لدرجة إنه بسلموا إرادتهم وحياتهم للشيطان هذه المنطقة كانت في لبنان وبالتحديد نواحي صور وصيداء عن تخوم تلك المنطقة وهذه المنطقة تشتهر بالعبادات الغريبة العبادات الوثنية منها عبادة البعل والإلهة عشتروث وهذه العبادات كان فيها إباحية وكان فيها لأخلاقية وكانت تقدم ذبائح للشيطان عمليا تذكر إنه من نفس هذه المنطقة جاءت إزابيل زوجة آخاب ملك إسرائيل الزوجة الشريرة التي جاءت بعبادة البعل لشعب إسرائيل وأبعدت إسرائيل عن عبادة الله بيفقد السيطرة على الإرادة على صعيد شخصي بحسب الكتاب المقدس إنه الشخص الذي يضرب دربة شيطانية بيسقط على الأرض بيكون عنده ألام وأوجاع مبرحة دايما بتلاقيه بيتقلم بيتخبط وبيكون تحت ألام عيونه بتبتدي تتحول إلى شكل آخر واحدة من المواصفات اللي منشوفها إنه بيبتدي الشخص يزبد يطلع زبد من تمه وهو فاقد بحالة هيمان أو عدم الوعي الكامل وهذه الأوجاع بيكون يعني بيصرخ من الأوجاع اللي ممر فيها في الكتاب المقدس بيتكلم عن شخص كان مصروع يعني سرع وكان بيسقط في النار يعني بعدش عنده الحس بروح للنار بروح للنار للماء لأنه فيه روح غريبة اللي بتسيطر عليه وطبعا هذا الشخص مثلا فيه لاجئون كان بيسكن بالقبور كان يصرخ ليل ونهار كان يجرح نفسه بالحجارة كان يحط عليه قيود وسلاسل كان يقطعها وكان مصاب بمرض الجنون فمشان هيك أحبائي لما الكتاب يتكلم أو هي لما بتقول ليسوع ارحمني ابنتي مجنونة جدا ولما بيعطي الوصف إنه فيها روح نجس أي فيها شيطان اللي مسيطر عليها هاي المواصفات الشخصية اللي عادة بتشوفها في الشخص بيزبد عيني بتتحول بيسقط على الأرض بيفقد الوعي وبحس في الأوجاع المبرحة الشديدة لكن نتائج السكنة بالأرواح بتشوف كمان مواصفات كثيرة الكتاب المقدس بيتكلم عن الشيطان أنه كذاب وأبو الكذاب بيتكلم عنه أنه هو المضل والمشتكي والمخادع الكتاب يصف الشيطان أنه مش بس مضل أنه يمكر مكار ومخادع وبيتكلم عن الشيطان أيضا أنه روح كذب دائما بيتكلم بأرواح كذب ودائما هاي بتشوفها في الأشخاص الملبوسة في الأرواح دائما بيتكلموا بكذب بأرواح كذب وبيبرروا الكذب وممكن يعمل أي شيء في سبيل ومن أجل الكذب روح ضلال وهي بتشوفها في أنبياء الكذبة وخداع الأديان والهرطقات والبدع في روح ضلال والعهد القديم بيتكلم عنها بشكل يعني كثير وبإسهاب أيضا هذا الشخص الملبوس بالشياطين بيكون عنده روح عنف حب الانتقام والقتل وعاوز يؤذي أي شخص آخر بيكون شخص متكبر شخص متجبر بيكون كل التركيز وكل التمحور حول ذاته يريد أن يؤذي الآخرين ويريد أن يكون في صورة يعني أمام الناس حتى لو استخدم الدين حتى لو استخدم التقليد حتى لو استخدم أي وسيلة أخرى لكن كل التركيز على حب ذاته وعلى حب المجد مجد الزات ويريد أن الآخرين تكون كلها تشخص عيونها عليه هذا الشخص طبعا اللي فيه روح ضلال مش بس روح ضلال عادة الشخص الملبوس بالأرواح الشريرة عنده بيكون أرواح الزنا والشهوة وأنا لا أتكلم عن خطية الزنا الإنساني اللي بيسقط فيها بيعترف وبتوب أنا بتكلم عن شخص مقيد بيبتدي يعمل أمور لا طليق يعني مثلا بتكلم الكتاب المقدس عن الكنعانيين القدماء كانوا يمارسون نجاسات ورجاسات كبيرة ومنها كان تقديم الأطفال ذبائح للإله مولوك وملكم وذبائح أخرى كانوا يمارسون الشزوز الجنسي حتى وصل معهم أنه يمارسوا الشزوز مع البهائم والحيوانات وبيمارسوا هذا الشزوز أحيانا مع الأطفال مع البنات الصغار لأنه بيتحرك بروح شرير بروح نجس أو بيحاول أنه يمارس الجنس مع حد من أقرباءه وعيلته وهكذا ما بيكون عنده الوعي ولا متحكم بنافسه وبيفقد السيطرة الكاملة هذه أرواح الزنا اللي عادة تسيطر على الأشخاص التي تقود البدع والهرتقاط أيضا فبيمارس القتل والصرقة ومثل ما ذكرت أنه كل شيء بيكون متمركز عليه بيصير عنده إلهامات شيطانية بيتأثر بسهولة بأي أعمال سحرية وطبعا بتكون لعني من كل ناحية مش بس لقيله شخصيا في كل مكان بروحه أو كل مكان بيتكلم فيه أو كل مكان بيذهب إليه دايما اللعني ودايما القتل والعنف والانتقام والإزدراء والاحتقار والزنا بلاحق هذا الشغل فأنا عاوز ركزت على هاي النقطة لأنه هذه الفتاة كانت بها روح جنون يعني كانت مجنونة جدا ولأنها مجنونة كان فيها روح نجس كان فيها شيطان اللي مسيطر عليها من اللي عارف هذا الوضع؟ الأم أدركت خطورة هذا الموقف وعندما سمعت عن يسوع ذهبت إليه لتستنجد بيسوع المسيح اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أهلاً أعزائي شفاء ابنة الكنعانية لأول مرة الكتاب يتكلم أن يسوع بيترك منطقة اليهودية والجليل أيضاً وراح إلى منطقة أممية بحسب وصف البشير متى بسميها امرأة كنعانية يعني جزورها من أرض كنعان وعلى الأرجح في وقت دخول يشوع إلى أرض كنعان البعض منهم نزح إلى نواحي صور وصيداء في المنطقة الشمالية هنا البشير مرقص لأنه بيتكلم للرومان بيسميها امرأة أممية جنسيتها طبعاً في نقية سورية يعني بما معنى أنه كانت في نقية من أرض لبنان تحت ولاية سوريا في تلك الأيام فهي كنعانية لأنه جزورها من أرض كنعان وهي أممية يعني مش من شعب الله وهي أيضاً في نقية جنسيتها يعني كعاشت في لبنان وسورية لأنه في ولاية سوريا في تلك الأيام يسوع المسيح استكمل العمل بين اليهود وكما علم التلاميذ أنه أن يذهبوا إلى خراف إسرائيل الضالة وفي هذه المرحلة حابب يأخذ خلوة مع التلاميذ في منطقة ما كانتش يمكن أو ما يكونوا يعرفوه كتير لأنه في الجليل كانت تزدحم حول الرب يسوع المسيح عشرات الآلاف من الناس فإذا حاب يروح لمنطقة لكن المسيح لم يستطع أن يختفي هناك مع أنه دخل بيت ولكن لسبب معين هذه المرأة الكنعانية علمت في مكان يسوع وجاءت بقلب مجروح تصرخ ارحمني يا ابن داود وطبعا كان جواب المسيح صم لأنه كانت بتصرخ كتير التلاميذ طبعا قالوا ليسوع المسيح اصرفها يعني التلاميذ كانوا منشغلين في أمور يمكن التقليد والفكر السائد في تلك الأيام أنه اليهود لا يعاملون الأمم والأمم يعتبر شعب نجس وزيادة على هذا أنه أرض كنعان كانت أرض ملعونة وشعب كنعان مثل ما ذكرت أنه كان بمارس كل هذه النجاسات والرجاسات والعبادات الوثنية حتى وصل بهم الوضع أنه يقدموا أطفال ذبائح فغضب الله كان معلن مع أنه أعطاهم فترة زمنية 430 سنة حتى يتوبه يسوع راح لنواحي صور وصيدة صور وصيدة طبعا علاقتها مع إسرائيل بين مد وجزر مرات العلاقة حلوة ولسيما في أيام الملك داود والملك سليمان كان في معاهدة سلام بناتهم مع الملك حرام والملك حرام كان بيبعث الصناع وكان بيبعث المواد الخشب خشب ولسيما خشب الأرز من لبنان وينقلوا لأنه كانوا شاطرين ماهرين في شغل التجارة والبحر أيضا ينقل هذا الخشب إلى ميناء يافا ومن يافا كان يأخذ الخشب لبناء الهيكل في أورشليم ولبناء بيت سليمان أيضا وأحيانا أخرى كان يكون في نزاعات كان يكون حروبات كان يكون في كراهية المؤرخ يوسيفوس كتب عن الصيدونيون أنه كانوا بيكرهونا أي بيكرهوا الشعب اليهودي من ناحية أخرى في أيام الملك هيروديوس أغرباس الأول اللي قطع رأس يعقوب الرسول الأول واللي سجن بطرس الرسول في أعمال 12 مكتوب عنه أنه خطب عمل خطبة وكانوا حاضرين السوريين والصيدونيين وقالوا هذا صوت آلهة والرب ضربوا في أغرب وليمي كان الدود بيوكلوا ومات أيضا وهذا مصدق أيضا بحسب كمان الكتابات التاريخية مثل يوسيفوس بيتكلم عن هذه الحادثة فصور وصيداء فعليا كانوا بيعتاشوا على الخبز من أرض إسرائيل لأنه كانوا بيصدروا لهم القمح والشعير أيضا عاوز أقول أحبائي أنه المسيح كان يتحرك برؤية إلهية بالروح القدس وحتى يتمم مشيئة الآب المسيح ما كانت تتهمه التقاليد البالية ولا العداد في تلك الأيام ولا الصراعات والنزاعات السياسية ولا الدينية أيضا اللي كان بهم يسوع المسيح هي النفس البشرية وبالنسبة ليسوع المسيح أهم ما في هذا الكون هي النفس نفس هذه المرأة الكنعانية وأيضا ابنتها التي جاءت بالنيابة عن الإبنة وهكذا أحبائي يسوع المسيح في مرة مكتوب عنه في يحنى 4.4 كان لابد له أن يجتاز السامرة شو السبب؟ كما قال في يحنى 4.34 طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله بالنسبة له خلاص النفس البشرية أهم بما يقاس في كل المحاورات الدينية أو السياسية التي كانت تدور في تلك الأيام والرب يسوع المسيح كان يدرك العداد والتقاليد في تلك الأيام وكان بيعرف عن العلاقات فهو تخطى الحدود حدود إسرائيل ليذهب إلى لبنان وهناك تقابل مع هذه المرأة التي جاءت تصرخ ارحمني ارحمني يا بن داود جاءت يمكن هذه المرأة عندها معلومات معينة عن هوية يسوع المسيح ويمكن عندها معلومات عن شعب إسرائيل لأنه من الفترة لأخرى كان فيه تعاملات تجارية مع تلك المنطقة فهذا الاصطلاح عادة يستخدم من اليهود ليس من الأمم فظنت باستخدام ابن داود اصطلاح سياسي لكن بيحمل في طياته طبعا شئديني مسيحاني مسياني اللي كانوا بينتظروا مجيء ابن داود الرب يسوع له كل المجد ثم أجاب المسيح بجواب غريب لم أرسل إلا خراف إسرائيل الضلة قبل ما تحكم في هذا الجواب يسوع أصلا قبلا طلب من التلاميذ أنه في طريق أمم لا تسلك يعني ما ترحوش لمناطق صور صيدة الديكابوليس المدن الرومانية العشرة إلى آخره كان كل التركيز الرسالة على اليهود اليهود كان عندهم الهيكل كانوا بيمارسوا الذبايح كانوا بينتظروا المسيح واليهود كان عندهم التوراة وكان عندهم العهد والاشتراع عندهم النموس الشريعة وكانوا يقومون بالفرائد وكانوا يصلون لمجيء المسيح لكن للأسف يمكن صلاة كانت لمسيح سياسي اللي يقيم مملكته على الأرض مع أن الكتاب يقول إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يسيروا أولاد الله أي المؤمنون باسمه فإذا ما عادتش تفرق شو خلفيتك من أي جسد من أي دم من أي عرق كل اللي بيطلب المسيح هذا المهم عند الرب لكن في نظام لأنه كان هذا الشعب بينتظر فالمسيح لازم يتمم كل النبوات التي قيلت عنه لمجتمع يفهم النبوات ويعرف عن مجيء المسيح لأنه خلينا نكون صراحين أكثر شعب متدين في هذا العالم هم اليهود أنا بتكلم عن اليهود المحافظين اللي بمارسوا الشريعة بحذافيرها ولسيما في أيام المسيح وقبل ما تقول يمكن يمكن هاي المسألة عنصري لا 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 المسيح ليس عنصريا فالمسيح في مجمع الناصرة لما وعز لليهود في المجمع وبعدين لما تعجبوا من كلمات النعمة الخارجة من شفتيه ولما قال اليوم تم في مسامعكم هذا المكتوب عني وفعلا صار في غضب حاولوا يتخلصوا من يسوع المسيح لأنه ذكر متلين والمتلين هم عن الأمم المتل الأول كان بيتكلم في أيام إلي النبي كان فيه أرامل كتير في إسرائيل لكن لم يرسل إلا إلى أرملة صرحة صيداء وكان فيه برس كثيرون في إسرائيل لم يطهر إلا نعمان السورياني يعني اتنين أمميين ولاحظ البشير متة مع أنه بركز بإنجيله لليهود المستمعين اللي بينتزروا المسيح لكن من ناحية بيصحاحة اتنين بتشوف أن المجوس أمم عم بيجوا وبيسجدوا ليسوع المسيح والمرأة السامرية هكذا آمنت بيسوع أنه الله الظاهر بالجسد وهكذا المرأة في نقي السورية الكنعانية سجدت ليسوع المسيح فهكذا أحباء قيل عن يسوع أنه هو نور للأمم ويقول أيضا الكتاب في إنجيل متة بيقتبس النبي إشعياء على اسمه رجاء الأمم فإذا المسيح أحبائي لما كان بيتحرك كان بيعرف كيف يتحرك وبالواقع لما كان بيخدم في مدن الجليل وبعدين بعد فترة يعني صنع قوات لم تصنع في أي مكان آخر قال ويلات ويل لك يا كفر نحوم ويل لك يا كرزين ويل لك يا بيت صيدة وشبه صدوم وعمورة حالتهم أسهل من حالة اليهود اللي سمعوا ورفضوا ومين مدح مدح ملكة التيمة من ملكة سبع فلا ألا تكون فكرة خاطئة عن يسوع المسيح لا المسيح أصلا اتكلم عن هذه المنطقة أنه إلي النبي أرسل إلى هذه المنطقة وها يسوع المسيح موجود في نفس المنطقة في نفس المنطقة جاءت امرأة أخرى لتصرخ من أجل ابنتها المجنونة جدا اللي كان فيها روح نجس واللي فعلا الرب حاول يعلم درس لا ينتسى للتلاميذ للمرأة ولكل من يسمع ولكل من يشاهد هذه القصة إخوتي وأخواتي إن هذه المرأة فعلا سجلت في قائمة الشرف هذه المرأة التي استطاعت أن تحرك مشاعر بل قلب يسوع المسيح ليتخذ الإرادة والقرار بشفاء ابنتها المصابة بمرض الجنون أحبائي المسيح لم يستطع أن يختفي من هذه المنطقة فالظاهر نصيته كان معروف أيضا في هذه المنطقة هذه المرأة جاءت بالنيابة عن ابنتها هذه المرأة جاءت بحالة مستقتلة بحالة ملحة لتنتزع ولتأخذ البركة والجواب من يسوع المسيح جاءت أحبائي بأدب واحترام جاءت بتواضع بانكسار وانصحاق لم تبالي بشخصيتها لم تكن متكبرة لتتعثر من جواب المسيح جاءت بإيمان قوي مع أن المسيح امتحن إيمانها إلى أبعد الحدود يعني إلى درجة القرار لكنها جاءت بهذا الإيمان وأخذت من المسيح بالإيمان أيضا عندما قالت يا ابن داود كان الجواب صمت ثم جاءت أحبائي بصرخة من قلب المزلة المزلة قالت له يا سيد أعني بتهيألي هون أجد كإنساني وعلى فكرة أنا عاوز أقول وأقولها بكل احترام وبكل افتخار أيضا المسيح رفع من قيمة المرأة لما بتقرأ في الأناجيل كيف المسيح اتعامل مع المرأة وكيف رفع من شأن قيمة المرأة بينما الديانات الأخرى تحط وتقلل من قيمة المرأة يسوع على النقيد رفعها وعطاها المكان الأولى المكان اللي فعلا الرب أعطاها في سفر التكوين خلقهما ذكر وأنثى ثم يتكلم والإثنان يعني في حالة الزواج يكونان جسد واحد لكن الشيطان يكسر القوانين ويريد أن يكسر شريعة الله وخلينا أقول أن عمل الشيطان هو أن يدمر إرسالية يسوع المسيح وهذا دائما بتشوف أحبائي في ديانات كثيرة اللي بتحاولت ناقد هوية وشخصية يسوع المسيح هذه المرأة جاءت كإنسانة صلاتها كانت بالنيابة عن ابنتها جاءت بحالة ملحة مستقتلة تعرفوا لو لا سمح الله عنها هاي الحالة ومرض مستعصي جدا جدا هل تبالي بأي كلمة حتى لو قالوا عني كلبه خنزيره ومين مكان طالما أنه الجواب آخذ الجواب من الرب يسوع المسيح الطاهر لكن لم يقصد هذا المسيح إهانة الشخصية على النقيد لما بتدرس سياق الحديث تكتشف شيء معاكس جدا أنه المسيح كان بيتكلم لجماعة تلميذ واليهود كان فكرتهم عن الأمم أنهم كلاب كلاب متوحشة كلاب الشوارع هيك كان يسموا الأممي نجس لأنه ما عندوش الشريعة لأنه كان بيمارس عادات رديئة جدا منها مثل ما ذكرت الإباحية في العبادات والشزوز الجنسي لكن أحبائي يسوع بيتعامل مع النفس البشرية لأنه عاوز يخلص في كلام يسوع عن بصحح تقليد التلاميذ عن الأمم هو أصلا لو المسيح يعني كان ما في دعي روح إلى منطقة الأمم الرباية اليهود بيعتبر نفسه بيتنجس لما بيتقابل مع امرأة يعني كان القول المأثور في تلك الأيام من الأفضل أن تحرق كلمات النموس من أن تعطى لامرأة فكان بالحار امرأة سامرية ولا امرأة كنعانية لكن المسيح قضى وقت حتى يعطيها من هذه الكلمة ويتعلم درس لا ينتسى للجميع فإذا هون يعني كان جواب المرأة والكلاب أيضا تأكل من الفتات التي تسقط من مائدة أربابها انبهر يسوع المسيح من هذا الإيمان عظيم إيمانك يا امرأة أخذت ما طلبت رجعت في تلك الساعة نفسها شفيت ابنتها وتحررت من الشيطان وتحررت من كل العادات التي كانت تمارسها وحصلت على السلام في القلب والشفاء من يسوع المسيح أحبائي هذا يسوع المسيح اللي بحب الجميع هذا يسوع المكتوب عنه على اسمه رجاء الأمم وأنا بدعوك اليوم إذا أنت مقيد مكبل بأي أرواح بأي نجاسات بأي شهوة بأي تعاليم ضلة المسيح يقدر أن يحررك وأن يفتح عينيك وأن يعطيك فعلا الشفاء الكامل جسدا نفسا وروحا ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلا أعزائي شفاء ابنة الكنعانية عاوز أقول أحب عدة أمور وعلى فكرة الخطوط مفتوحة إذا بتحب تتواصل بكل سرور منحب نرد على أي تعليق أو أي مداخلة أو سؤال بتحب توجهه أول شيء منتعلم من يسوع التوقيت المسيح من بعد ما استكمل يعني كل الخدمة في المناطق اليهودية راح إلى منطقة الأمم القريبة يعني بقول تخوم يعني حدود صور وصيداء أيضا والمسيح تحرك لأنه فيه خراف هو الذي قال ليه خراف أخر من حظائر أخرى من حظيرة أخرى ينبغي أن آتي بتلك أيضا فإذا عم بتمم المشيئة الإلهية والغرض اللي جاء من أجله الهدف من أجل الإرسالية أنه يصل للجميع لأنه هكذا أحب الله العالم شيء تاني لما بتسمع عن هذه القصة لا يسعني أن أقول كل الموضوع فعلا فيه فن تواصل بارع مبدع نتعلم من يسوع المسيح فن التواصل فالمسيح بيتكلم على عدة أوجه لعدة جهات عم بيتكلم مع المرأة عم بيتكلم مع التلميذ وعم بيستخدم التقاليد الموجودة في تلك الأيام زائد شريعة الرب وقبل هذه الحادسة كان بيتكلم عن الطاهر والنجس الحلال والحرام ووصل للخلاصة أنه ليس ما يدخل فم الإنسان ينجس من القلب تخرج الأفكار الشريرة فإذا عم بيشوف دوافع الإنسان وفعلا دافع هذه المرأة كان نقي جاءت ببساطة عاوزة تأخذ الجواب من يسوع المسيح بأي شكل بأي ثمن مهما كله في الثمن جائلة عند يسوع المسيح مش راجعة إلا ما تأخذ الجواب بتذكرني في قصة يعقوب في العهد القديم عندما قال للرب لن أطلقك إن لم تبارك في فن تواصل عم بيحكي معها لكن عم بيكلم التلاميذ هون بتيجي للكاميرا البارعة اللي بتوصف شكل ووجه وصوت يسوع المسيح في التواصل مع هذه المرأة عندما قال ليس حسنا أن يطرح خبز البنين ويعطى للكلاب هون بيتكلم عن الكلاب المدللة البابي الصغير اللي بيكون في البيوت اللي عادة بيرمولوا الخبز وملاحظ رغم كل ألم هذه المرأة أستطيعا أتجرى وأقول إنه كان عندها روح المرح وقالت له طيب حتى الكلاب يا سيدي حتى الكلاب بتوكل من الفتات وأنا قابلة من الفتات اللي بينزل تحت الطاولة أنا راضي فيه فعلا استطاعت أن تبهر يسوع المسيح ثم لما بتسمع الكلام انظر إلى وجه يسوع المسيح فيه فيه فرق بين الكتاب وفيه فرق ممكن أقول كلام وجه يكون غاضب أو مبتسم أو بشوش حسب تعبير وتقسيم الوجه بدل على نوعية الشخص وجواب الشخص أيضا انظر إلى وجه يسوع المسيح بقول ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع نظروا واشتناروا ووجوههم لم تخجل والرب قال في شعية التفتوا إلي واخلصوا يا جميع أقاسي الأرض ثم أحبائي افهم طبيعة إرسالية المسيح جاء المسيح فعلا تمم كل شيء لليهود وكان فيه رفض فيه كثير منهم آمن لكن الأغلبية كان فيه رفض زي ما فعل بولوس كان بيتكلم بالمجمع اليهود ثم كان بيتحرك إلى الأمم فلازم نفهم طبيعة إرسالية المسيح بعد الصليب قال يسوع اذهبوا وكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها لكل الأثنك جروب كل المجموعات الصغيرة وتلمذوا جميع الأمم وتكونوا لشهود من أورشاليم إلى أقصى الأرض فواضح لازم نفهم طبيعة إرسالية المسيح بالتوقيت اللي راح إلى منطقة الأمم حتى يتعامل مع هذه المرأة ثم أحباء محتاجين نفهم طبيعة المسيح وأحشاء المسيح المسيح لا يتغير هو اللي كان بيتحنن على الناس لأنهم كانوا بلا راعة كانت غناء خراف ضالة وهون جاء بيبحث عن خروف ضال لكن من الأمم طبيعته طبيعة المحبة شيء آخر انظر إلى نبرة أو اسمع صوت يسوع المسيح لما يسوع بيتكلم لازم تشوف وين عينيه كانت بتتحرك وين صوته كان موجه من خلال الصوت وطريقة الكلام نستطيع أن نستشف أن يسوع كان عنده حنان وكان عنده رأفي على هذه المرأة فكتابة الشيء حتى بالوحي غير الصوت والحركة يعني لما بتحرك ولما بتكلم حركة العينين حركة التعبير تستطيع تستدل إذا أنا غضان أو مش غضان أو بأي عواطف أخرى الصوت والعينين ممكن تظهرها فأنظر إلى وجه يسوع اسمع نبرة الصوت الكلام أو طريقة الكلام اللي كان بيتكلم فيها الحركة اللي كان بيتعامل فيها ثم أحبائي خليني أقول شيء أخير انظر إلى نهاية القصة مش إلى بداية القصة للأسف كتير ناس عاوزة تقولك كيف بقول للمرأة هيك طيب ما رأيك في نهاية القصة أها ما هو العاوزة يجد علة متل ما ذكرت في البداية لأنه القلب مملوء بالكرهية على شو بتخبه بتحاول تظهر ضعف المسيح عشان تظهر مين قوة مين هل في شبيه ليسوع المسيح أصلا عيب نشبه يسوع بأي نبي وبأي إنسان في هذا الوجود على شو بتخبه على مين نهاية القصة بتقول أن هاي المرأة رجعت للبيت ابنتها تحررت من الشيطان وخلاص يعني رأت هذه المعجزة الخارقة العظيمة جدا إنه أخدت الجواب من يسوع المسيح لكن شيء آخر أحبائي القصة مش لحد ديت هون طبيعة المسيح غير متغيرة إحنا منعرفها من خلال كل الأناجيل اللي منشوفها لكن لاحظ معي المسيح أعجب في هذه المرأة بل مدح إيمان هذه المرأة ومرتين مدح هذا الإيمان مكتوب بالناصر لم يستطع أن يصنع معجزات كثيرة ليه لعدم الإيمان والمرتين اللي مدحهم هو إيمان قائد المئة وإيمان المرأة الكنعانية فإذن الشخصيتين كانوا أمم مش من اليهود ألاحظ يعني عاوز يقول لليه اللي بيسمعوه التلاميذ ولو لم أجد إيمان في إسرائيل كهذا أو عظيم يا إمرأة عظيم إيمانك المسيح أعجب ومدح طبعا إيمان هذه المرأة اللي نالت السلام طبعا بقلبها شفيت ابنتها من الشيطان وطبعا أكيد هذا كان سبب بركة للمناطق لما منقرأ عن معجزات يسوع حول بحير الطبرية كانوا بيجوا من صور وصيدة وكانوا بيجوا من المدن العاشرة من الديكابولس عادة عن المدن اليهودية من أورشليم ومن الجليل أيضا فإذن هذه المرأة نالت الشفاء لها ولبنتها بسبب إيمانها القوي نعم إيمانها يمكن اهتز ويمكن امتحن إلى أبعد الحدود مثل إبراهيم الرب امتحنه في ابنه هذه المرأة امتحنت بابنتها لكنها انتصرت وفازت من خلال هذا الإيمان خليني أخد المكالمة الأولى من من الولايات المتحدة أهله السهلة طيب ظاهر أنه يمكن في خطأ خلينا أقول كمان شيء آخر يعني لو لم يشف الرب يسوع هذه الابنة لقلنا أنه ظلم ساعتها إلك الحق تقول كيف بيتكلم يسوع بهذه الطريقة بس كونها تنال الشفاء الكامل من يسوع المسيح فإذن نقول أشكرك يا رب يسوع أنت بتتحنن أنت صانع المعجزات وأنت الشافة أيضا فعلا هذا درس إحنا ممكن نتعلمه من المسيح لأنه صحح مفاهيم التلاميذ اللي كان يقوله عن الأمم كلاب وأظهر أنه النفس البشرية لها أهمية خاصة في قلب وفي نظر يسوع المسيح أرجع أخذ المكالمة أهلا وسهلا من الولايات المتحدة اتماعينا على الهوى تفضل سلام المسيح معك أخ نزار والربي باركك سلام المسيح أهلا وسهلا البعض يرمو بعض يرقدون يقولون أنتم تحترمون المرغة أكثر من عدنا كورنتس أربعة أربعة وثلاثين يقول في التصغط نساءكم في الكنيسة لأنه ليس معذونا لهم أن يتكلموا بل أن يغضعوا كما يقول الناموس فقط ويقول شقة ثاني يقول نساءكم لماذا تغطي رؤوسا في الكنيسة إذا كانوا مساوين للرجل فما هو ردك يا أخ نظار على هؤلاء المتعرضين أخوي أنا بشكرك من أجل هذا السؤال هذا السؤال بيتطلب حلقة في موضوع العبادة المسيحية ومنقتبس طبعا من كورنتس في موضوع العبادة في هذا الموضوع لكن لاحظ هنا بيتكلم عن نظام كناسي وليس تفوق أنه رجل يعني بيتفوق على المرأة يكون الاثنان جسد واحد قال يسوع المسيح ولاحظ كل الناس اللي خدمت مع يسوع وبولوس الرسول فمرات كثير لازم نقرأ الكتاب المقدس متكامل مش أجزاء بولوس الرسول عم بعالج مشاكل كنسية في كورنتس وإحدى هذه المشاكل العبادة في الكنيسة المسحية هذه الكنيسة التي كان بيدخلها الأمم واليهود أيضا كورنتس لما كان واحد بيجتم يقول روح يا بعيد انت كورنتس اللي كان تتميز بالإباحية ولسيما كان في أكرو كورنتس في المرتفعة في كورنتس كان فيه عبادة الإلهة أفرودايتس إلهة الحب كان فيه أكتر من ألف مكرسة لهذه العبادة وكانوا بينزلوا للميناء ولابسين صندل مكتوب عليه اتبعني فولو مي وبيروحوا إلى مكان هذا العبادة وكان من الممارسات انه يحلقوا شعارهم حتى يبينوا بشكل واضح للبحارة واللي كانوا بيجوا إلى منطقة كورنتس من هاي الناس فيه ناس آمنت وفيه ناس طبعا من اليهود الفرسيين آمنوا وكل واحد عنده تقاليد وكل واحد عنده عادات فاليهودي طبعا كان بحط غطاء على رأس والرجل أنا بتكلم والمرأة مجد المرأة شعرها فبولوس صحح مفاهيم بالعبادة اللي كان فيها نوع من الاستخفاف فبعالج الأوردر نظام العبادة المرأة الرجل في كنيسة الرب وهذا يتطلب طبعا حلقة اللي نتكلم فيها عن نظام العبادة لكن عاوز أقول لك لا توجد أي وحدة في العهد الجديد احتقار للمرأة بل بالعكس بيرفع من شأن المرأة فالمرأة لها قيمة عظيمة مخلوقة على صورة الله لما بيتزوج الرجل امرأة واحدة مش عدة نساء وأن المرأة مساوية للرجل مش شهادة نساء اتنين يساوي شهادة رجل ولا الورثة الورثة بتروح متساوية للكل وهكذا في تعليم كتير جميلة كيف رفع المسيح وبولوس بالتحديد رفع من قيمة المرأة وأنا بشكرك على هذه الملحوظة إذا في أي سؤال تاني من فضلك اتواصل معنا على السريع عاوز أقول شيء آخر إنه هي كانت بداية لسلسلة معجزات بين الأمم لاحز بحسب بشارة متة بيتكلم إنه خرج من تخوم صور وصيدة وجاء إلى البحر الجليل في وسط حدود المدن العشرة المدن اليونانية الرومانية كانوا تسعة موجودين في جهة الأردن اليوم ووحدة من الجهة الأخرى للأردن وجاءوا بأصم أعقد وطلبوا أن يضع يده المهم من رب يسوع شفاه وبعدين قال له انفتح وانحل رباط لسانه وتكلم مستقيم بهته في آية 37 إلى الغاية قائلين إنه عمل كل شيء حسنا هاي الكلمة بتعود لسفر التكوين الإصحاح الأول عمل كل شيء حسنا جعل الصم يسمعون والخرص يتكلمون لاحظ وبعدين بيصنع معجزة إشباع أربعة آلاف رجل من سبعة أرغفة وسمك سمك قليل أو صغير بحسب بشارة متى مكتوب أيضا إنه انتقل يسوع من هناك وجاء إلى جانب بحر الجليل من الجهة الأخرى وين القدريين والمدن العشرة نفس الشي بجهة الأردن وجلس هناك وجاءوا جموع كثيرة عرج عمي خرص شل وآخرون كثيرون وطرحوهم عند قدمي يسوع فشفاهم حتى تعجب الجموع إذ رأوا الخرص يتكلمون والشل يصحون والعرج يمشون والعمية يبصرون لاحظوا الكلام ومجدوا إله إسرائيل هذه اللي كان بيفاموه في تلك الأيام إله إسرائيل إنه إله حي إله شخصي إله العهد فلما شافوا كل هذه الأمور مجدوا إله إسرائيل وعمل شيئا حسنا بيننا هذه المعجزات اللي حدست في مناطق الأمم مبتدئا بشفاء ابنة المرأة الكنعانية واستمرت سلسلة هذه المعجزات فإذن أحبائي عندما نقول المسيح ليس مجرد أقوال ولا إفتعال ولا تعصب عندما يعني من السهل إنه الواحد يقول أشرف خلق الله ولا أحسن أو خاتم أو إلى آخرة لكن اسمع يعني المسيح مش بيتكلم كلام لكن جابوا العمي شفاهم الخرس خلاهم ينطقوا العرج مشوا كل أنواع المرضى هاي المعجزات صنعها بين اليهود ونفس هذه المعجزات هو صنع معجزة إشباع الألاف عند اليهود أشبع خمسة ألاف رجل معد النساء والأولاد يعني العدد كان أعداد رهيبة ممكن تقول عشرين تلاتين ألف شخص ونفس الشي عند الأمم كمان أعداد رهيبة أشبع الأمم أيضا رسالة يسوع هي رسالة لليهود ورسالة للأمم أيضا عظيم إيمانكي فإذا أحبائي اللي بهم الرب يسوع المسيح مش خلفيتك أو مين أنت أو عرقق وممكن تكون أنت من نفس البلد بلد المسيح اللي أجينا منها ومتعرف شيء عن المسيح وممكن تكون من بلد إبراهيم ومتعرف شيء عن إبراهيم وممكن تكون من بلد الكنعانية اللي شرفت وجه لبنان ما تعرف شيء عن المسيح إخوتي وأخواتي المسيح قال وفعل أيضا هذا هو يسوع المسيح اللي بنتكلم عنه صنع المعجزة وفعلا فعلا أنه حتى لو فتات من يسوع المسيح لابد أن تلمس أكبر شعب وأي أمة في هذا الوجود الذي يأتي بتواضع يأتي بانكسار يأتي بلجاجي ويأتي بصلاة شفعية ويأتي بحال دسبرت عارف ملح مستقل عاوز يأخذ الجواب من يسوع المسيح فإذن يسوع المسيح بحب الجميع سواء يهود أمم الكل يسوع بحبهم مشان هيك مش تتكلم بلسان واحد لكن هذا الإنجيل ترجم إلى ألاف اللغات حتى كل شخص يسمع حتى الصم في لغة لغة الصم يعني اللي بيقرأوا قراءة يمكن أنا وإنت ما نفهمها لكن بيقرأوا بيفهموها أو سواء بالإشارة أو بالأصابع فإنه لا عزر لأي إنسان أسهل شيء إنك أنت ترمي جواب هيك سريع من أنك أنت تنظر وتبحث لنفسك شو اللي أنا موجود عندي هل مجرد كلام طب شو اللي بيثبت الكلام بتبعي شو اللي بيثبت الكلام لأثبت كلام يسوع أولا أخلاقيات وحياته الخالية من الخطية والمعجزات الخارقة اللي كان بدون أي شك بدون أدنى أي شك أنه كان واضح أنه يسوع له القدرة وله السيادة أيضا حبائي في الختام أنا عاوز أقول عدة أمور أنه كل سؤال وكل طلبة صلاة إحنا بنهتم فيها إحنا على فكرة عشان يعني كل أسبوع بتصلنا طلبات صلاة وبتصلنا كمان استجابات صلاة وبتصلنا من أشخاص متعددة من بلدان عديدة عاوز أقول لك في اسم الرب يسوع ربنا يستجيب كل طلب وكل صلاة لكن عاوز أقول لك كمان في جيش مصلين ابعط طلبة صلاتك لأنه كل طلبة صلاة نخذها بأهمية جادة جدا لكن شيء مهم كمان أنه من الأسهل أنك تجادل بالدين من أنك تنظر لنفسك إذا فيه احتياج أنك تدافع حتى تخبي شيء مش موجود عندك أو موجود لك بتخبي عليه الكتاب المقدس واضح ويسوع واضح يسوع بحبك خطة الله لخلاصك والمسيح والمسيح جاء حتى يخلص من الخطية ويحررنا من عبودية الشيطان القاسية من إدمان من شهوة من زنة من حب لهذا العالم من القتل من الدماء من العنف من الضلال من الكذب من كل هذه الشرور من كل الخطايا مات على الصليب وأخذ مكانك ومكانك حتى أنت تتمتع بالشفاء الإلهي والحرية الإلهية حتى تكون أنت مبرر أمام الله ينظر إليك من خلال يسوع المسيح كل ما عليك تقول ارحمني يا رب أنا الخاطئ أدعو المسيح إلى حياتك ممكن تصلي قل له يا رب حررني يا رب شفيني يا رب خلصني في الأسبوع القادم رح أتكلم هل صلب المسيح أم شبها له بحب أسمع تعليقاتك إلى اللقاء والرب يباركك اشتركوا في القناة